سيد معا اتهامات أو جملة من الاتهامات وجهها الرئيس ووزير الداخلية وأتت أيضا على لسان وزيرة الأعلام الرئيس يقول أنه يستبعد أن تكون التحركات أمس عفوية ووزير الداخلية يقول أن التحرك لم يكن بريئا إذن هناك شيطنة لهذا الحراك من جانب السلطة؟ سيدتي لو سمحتي لي خلينا نعود قليلا إلى أسباب المشكلة قبل أن نعالج نتائجها ما نعيشه اليوم في لبنان إن كان على صعيد التظاهر والانتفاضة في الشارع أو حتى على صعيد بعض مظاهر العنف التي يمكن أن الناس تواجهها وتحديدا الأزمة الميلية كل هذا نتيجة لسياسات مدة 30 سنة فرضت نظام اقتصادي سياسي بالبلد لا يمكن كان أنه يؤدي إلى شيء آخر غير ما أدى إليه هذا النظام السياسي القائم على تحالف وتآلف ست زعماء طوائف ما يتفقون عليه يحصل ولو كان من سابع المستحيلات وما يختلفون عليه لا يحصل هذا النظام لا يمكن أن يؤدي إلا إلى هذه النتيجة هذا النظام ظل قائم وعاش بفضل تغذية خارجية من الدولارات تدخل إلى البلد لتمويق الاستهلاك وتحديدا تمويل الصرف الزبائن وما يسمى بالخدمات وإلى آخره وعندما توقف هذا التمويل وهذه التغذية بداية من سنة 2011 بلش ابتدأ يخف بدأ النظام السياسي يتعثر وصلنا على 2016 بدأت الهندسات المالية ولكن بال2018 كان هذا النظام قد سقط ليس بفعل المتظاهرين وليس بفعل المعتردين بل سقط ذاتيا لأن عنصر تغذيةه الذي يمده بشريان الحياة توقف اليوم ما نشهد أزمة مالية عميقة جدا هي نتيجة لنظام سياسي هذا النظام السياسي سقط ومن هم اليوم في السلطة السلطة الفعلية ليس فقط في الحكومة لأن السلطة الفعلية اليوم بعد منسوكة من ست زعامة طواف من هم موجودون اليوم في السلطة عاجزون عن معالجة هذه الأزمة ليس فقط يمكن بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف ولكن طبيعتهم كزعماء طواف لا يمكن لهم هم أعجز من أن يعالجوا أزمة مالية بهذه الحدة فبالتالي التفاصيل اليومية وما يحصل كلها مهمة لأنها مؤشرات إلى أين ستذهب الأمور ولكن كان من الضروري الإضاءة على أصل المشكلة وعلى حقيقتها وعمقها نعم أصل المشكلة الآن بالنسبة للاتهامات معروف ربما للجميع ولكن البعض تساءل عن البدائل بالأمس سمعنا مطالبات بتشكيل حكومة عسكرية وأنتم تنادون بحكومة مدنية هناك اختلاف بين مكونات الحراك على طبيعة المرحلة المقبلة والطبقة السياسية التي ستحكم هذه المرحلة سيدتي لا أعتقد أن هناك جمهور عريض يرضى بحكومة عسكرية في لبنان وهذا يتنافى مع لم يوجد بتاريخ البلد لعدة اعتبارات وحتى الحكومة العسكرية لو أتت ماذا سيكون دورها في ظل الأزمة مالية هل يعني أنه معروف أنه العسكر اختصاصيون في إدارة الأزمات المالية فإذن الكلام عن حكومة عسكرية هو لكي تقوم هذه الحكومة بقمع المعترضين الجائعين وليس هناك من منطق آخر وطبعا هذا لا أعتقد أنه أحدا يرضى به ولكن طرحنا مختلف تماما نحن نقول ما يجب أن يحصل هو تفاوض لانتقال سلمي للسلطة لحكومة مع صلاحيات تشريعية لمدة 18 شهر وعندها مهمتين المهمة الأولى مواجهة تداعيات الأزمة المالية الحادة التي لا سابقة لها في تاريخ لبنان وقد تكون من أعمق الأزمات المالية في كل دول العالم ويمكن نفوت بالتفاصيل أكثر على فرادتها وعلى عمقها فإذن تواجه تداعيات الأزمة المالية وتضع في المدى المتوسط يعني بعد ثلاث أربع أشهر من بدايتها من بداية عملها كحكومة انتقالية الأسس لبناء اقتصاد فعلي لا يكرر الأزمات المالية كل فترة والمهمة الثانية الأساسية والتي هي مشروعنا السياسي في حركة مواطنون ومواطنات في دولة وهي إقامة أسس دولة مدنية الدولة الفعلية الوحيدة الممكنة في لبنان هي دولة مدنية أي الدولة التي لا تقوم على تآلف زعماء طوائف وإنما على علاقة مباشرة للمواطن مع الدولة بعض يقول أن ما يجري أبعد من حدود لبنان وبالتالي هو مرتبط كما أشارت السيدة علياء بقانون قيصر والعقوبات المفروضة على النظام السوري وإيران أذرع إيران في المنطقة ألا تخشونا من أن تكون نوعا ما جزءا من هذه الخطة الذي يتحدث عنها جزء آخر أو شريحة أخرى من المجتمع اللبناني التي تستهدف جمهور المقاومة أو الممانعة سيدتي السرديات السياسية اللبنانية غنية ودائما هناك مؤامرة من الخارج على الآخر يعني دائما في فستاطين وكل طرف يتهم الآخر والمؤامرة نحن نعيش في عالم أكيد فيه مؤامرات ونحن نعيش في منطقة المؤامرات فيها أكثر من أي مكان آخر يمكن أو من أكثر الأماكن لأنه انذكرت فينزويلا فينزويلا موضع مختلف تماما فينزويلا بلد نفطي خاضع لحصار أمريكي أدى إلى الأزمة المالية الكبيرة فيه نحن تصرفنا كبلد نفطي ولكن بالاستدانة فإذا المقارنة حتى لو بالنتائج في تشابه ولكن بالجذور مختلفة تماما نحن الأزمة التي نعيشها ليست مفاجأة نحن بحركة مواطنون ومواطنات في دولة بتشرين الأول أكتوبر عام 2018 يعني منذ أكثر من سنة ونصف عقدنا مؤتمر صحفي وقلنا نحن نواجه أزمة كبيرة ناتجة عن عجز في ميزان المدفوعات يعني عمليا عن نقص بالدولار نحن كل سنة نحتاج ما بين 14-15 مليار دولار لتمويل هذا العجز لأنه نستورد بـ 17-18 مليار دولار ونصدر ما يقارب 2-3 مليار فإذن العجز بنيوي وكان هذا العجز يغطى بتحويلات من الخارج بعضها مال سياسي وبعضها تحويلات المغتربين لسيما اللبنانيين الموجودين في منطقة الخليج أو في أفريقيا كل هذا لأسباب عديدة ليس هناك مجال لذكرى توقف أو على الأقل قل كثيرا وبدأت الأزمة بالـ 2011 فإذن ما نعيشه اليوم ليس نتيجة مؤامرة دبرت بليل منذ أسبوعين ما نعيشه نتيجة طبيعية لا بل أقول بالعكس كان من المنطق أن تأتي هذه الأزمة باكرا أكثر بكثير حصلت تدخلات لتأجيلها وتم الشراء الوقت بأثمان باهظة من مخزون المجتمع لكي نؤخر حصولها ما يحصل اليوم؟ أكيد مع الأزمة البنيوية التي نعيشها هناك نحن نعيش في منطقة معقدة وفيها مؤامرات أكيد قانون قيصر سيصعب المهمة أكيد العقوبات الأمريكية على لبنان أو على بعض اللبنانيين ستعقد الموضوع ولكن نحن أدخلنا المرض إلى جسمنا على مدة 30 سنة واليوم نتحجج بأنه فمت برد قادم فسنموت فعلا انعدام المسئولية عندما انحكمونا منذ 30 سنة إلى اليوم ومستمرون هو شيء لا سابق له كفى مماطلة كفى شراء للوقت هذه التدابير تبع أنه بدون يدخوا دولارات لحتى يسيطروا على سعر الصرف طيب حدا بيعرف هل هناك من يعرف ما هي كمية الدولارات المتاحة اليوم لحتى نقدر نقيس ما هي الكمية التي ستضخ وكم ستشتري من الوقت وبانتظار ماذا نشتري الوقت بانتظار ماذا بانتظار اللاشاء يعني الوقت يمر ننزف من مخزون نحن نقدره بأنه قليل جدا 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 نسبة لحاجات البلد وبانتظار المجهول هذا تعاطي غير مسؤول وغير مسموح أن يستمر وبالتالي نحن كحركة سياسية طرحنا السياسي لمعالجة هذا الوضع طبعا ليسنا وحدنا مع آخرين ولكن نحن تقدمنا بالطرح أن على هذه السلطة أن تتفاوض مع أناس يتمتعون بالمعرفة والجرأة والحرية لكي يشكلوا حكومة انتقالية لمدة 18 شهر مع صلاحية التشريعية تواجه هذه الأزمة وتبني دولة فعلية في لبنان يعني دولة مدنية